السلام عليكم ورحبا بكم معايا في مطبخ المطالسي في فيديو جديد ووصفة جديدة اليوم ان شاء الله ادي نقترح عليكم حلوة الكريم بالشكلات بغلاسه جلامع واقتصادي بدون كريمة وبدون جيلاتين ادي نحضروها لطغط بطريقة بسيطة وسهلة شجعوني بلايكاتكم وتعليقكم زوينة وكذلك اللي كي شاهد القناة ديالي الاول مرة ما تنساوا تكليكي وعلى زر الاشتراك وتعالوا الجرس باش يوصلكم كل جديد نبدأوا على بركتي الله في المقادير كما كتلاحظو هنا اندي تماني بيضات بحرارة المطبخ عندي جوج كيسة سكر سانيدة عندي ثلاث كوكوس منتع الدقيق هنا كأس تلت يدي نضيف فيه جوج معالق منتع الكاكاو اللي يكون نوعية جيدة اللي كتعطينا الماداق زويل لجنواز ديالنا عنا جوزة شيات نتع الفاني باش كتحيد لنا زفورية وعنا كذلك خميرة الحلويات من فئة ثمانية جرام او لسبعة جرام عنا تماني معالق كبار انتع الماء الدافئ اللي يكون دافئ ما يكونش سخون وما يكونش بارد في نفس الوقت هنا كما تلاحظو حطيت في الاول واحد القبيصة انتع الملح لتعديل الدوق كنضيف عليه ثمانية البيضات وكنضيف عليه جوزة شيات نتع الفاني وكنضيف دك السكر نتع سانيدة كنضيفه على واحد جوج دفوعات او لثلاث دفوعات او لثلاث دفوعات واحنا كنخلطوه في نفس الوقت هنا يمكن لكم تستعملوا العجانة اللي كانت متوفرة عندكم او للباتوق را عندهم نفس الدور هنا العجانة كتسرع لنا ضغية 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 توجد يعني ماشي بحل الباتوق كيش شوية الوقت كما كتلاحظو كنضيفو هاد السكر سانيدة على دفوعات حتى كيطلع لنا البيض وكيتغير اللون ديالو هنا العجانة راحنا كنستعملوها بحلقة نصيبوها بدرجات حتى كنضيفوها في الماكسيمون ديالها باش ضغية 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 تسالي صافي كما كتلاحظو تتكي بياض هاد البيض هذا وكيطلع اعاد كنضيفو له ذاك الماء اللي كانديروه المدافي بالنسبة الناس اللي كيبغيو العبار بالكس هو هذا العبار انا دير لكم العبار بكس العنبه والناس اللي كيبغيو العبار بالميزان ادي تلقاوه مكتوب صندوق الوصف صافي هنا يا مبعد ما طلع لنا هاد البيض ادي نضيفوه كنخليوه تتكي يطلع وكنضيفوه هنا الماء بالنسبة الناس اللي بغو يديروه لطار طغية صغيرة يمكن لكم تديرو هاد المقادير غين نصف ديالها انا هندرت لطار كبيرة تكون من وزن ديك 3 كيلو جرام او لا كتر انا بغيتها تكون كبيرة بالنسبة اللي بغوها صغيرة يديروه اربعات البيضات ويديروه كاس نصف 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 دقيق وخميرة الحلويات مفئة سبعة جرام او لا ثمانية جرام والماء اربعات المعالق يكونوا كبار ودافيين صافي هنا بعد ما طلع لنا هاد البيض هاد سوف نضيفو الدقيق اللي كنخليوه حتى الاخر لحظة قعد كنغربوه باش ما كي هوينا لاجينواز كجي مهوية وفي نفس الوقت كجي طالعه وصافي كنضيفوه هنا يا كما كتلاحظو صاشيات الخميرة الحلويات كنضيفوه مع الدقيق وكنغربوها معه هاد الدقيق هاد كان ضيفوه على واحد 3 دفوعات او لاربع الدفوعات يعني ما كنضيفوهش مرة واحدة باش ما يهووش لنا هاد البيض هاد البيض هادا سافي كان قاونا غربوه بحلقة وكنخلطوه بسباتيل على هاد الشكل هاكا في تجاه واحد وكنخلطوه بشوية باش البيض ما يهبطح لينا اشتركوا في القناة 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 يمكنكم استعمال الإطار غيرها نضيف الكريمة الطبقة الأولى نسقيوها بالحليب الحليب اللي نضيف فيه قهوة سريعة دوابان بلما نضيف السكر حيتاش الكيك حلو عمنا المقسمين بلما نضيف الحليب بالسكر سوف نسقيوه بحليقة و نمشيه و كما تلاحظون الجهة المقسمين و هذا الجهة الفقانية كما تلاحظوا ، نضيفه لها الوجه هو الفقاني كما تضيفه على هذه الكريمة ، ألا تصف الأمر و نضيفه على هذه الكريمة ، و نصرحها بشيء 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 ندخلها الكنجيلاتور حتى تبرد تشد راسها 1 ساعة ندخل نصف كأس الماء نصف كأس السكر سانيدة نصف كأس الزيت مع ملعقة كبيرة تكون كما قلت لكم نوعية جيدة نخلطه مزيان و نرده على نار مهيلة و نقوم قابلينه بحال هكا هو يطلع بحال هكا 8 دقائق نقوم بحال هكا يغدو عليه و نقوم بحال هكا نقوم بحال هكا يغدو عليه ولل نقوم بحل هكا يعني نضيفو له 0.70 garam 10 شكولات شكولات 55% نضيف السكر سنده نضيف السكر سنده نضيف الملعقة خشبيه نضيف السكر نضيف السكر ونضيف السكر نضيف السكر انا طفيت عليه البوطة وكنديروه فوق هكا الورق الطبخ مؤضغيات خاسنا نزربو عليه باش ما يبردش لينا ويقسح صافي كانت لقوه بدلة كنسرحوه تكيرجع رقيق يعني الماكسيمون ديالو كان رقوه باش كيجي في المنظر زوين كانزربو عليه باش ما يبردش ويقسح صافي مبعد مما كانت لقوه بحال هكا كنهرسوه بحال هكا قطع شوائية باش كنزينو به راه كيجي زوين بززاف الاطاغط هي هادي بعد ما خرجتها من الكنجيلاتور كنخليوها يكتش دراسها انا راه شوية تلجت لي حيث اش تلج عندي ضغيية هنا القلاساج انا دوبلت له المقادير حيث عندي لاطارت كبيرة إلا كنتوا دائر لاطارت صغيرة يديروا غيث نفس المقادير اللي وريتكم في الأول هنا راه هو خاك يبليكم البوخار كيطلع إلا راه هاتك الالقلاساج بارد يعني راني خليتوا احترجا دافي ما نخليوش تيبرد بززاف باش ما يجمدش لينا يكي يرجع دافي صافي كان مقاو كنديرو فوق لاطاغط هنا يحيتاش لاطاغط بقى متل جاو هذا دافي يعني كي يدير ذاك البوخار بحالكات صافي وكان مقاو نديرو بحالكات كندهنو الجوانب يمكن لكم تديروه غرع الوجه ديالها وبلما تديرو الجوانب كيبقى تزيين اختياري كل واحد وشنو كي يعجبوه صافي كان جيبو الكرتون اللي كان قدمو فيها وكان حطوه بحال هاكا هنا انا راني كنت ديروه فوق شبكا يعني وراها بلاطو كين من تحت اولا صينية كنخليوه يستقطر وذاك الشي اللي كيشيت راه ما كيضاعش لينا ما كرميوه هاش كنجمعوه في شي بلاستيكا وكنخليوه في الكنجيلاتو حتى كنبغيو عاود نستعملوه في شي كيكا وقلا في شي حلوة كريم راه ما كيخسر متاشي حاجة وهنا كيما كتلاحظو انا شديد ديك النوقة بقيت كنلصقها مع الجناب ودرتها بحال هاكا موهم هذا هو التزيين ديالها وهنا درت خطوط بنيتالا درتها في واحد البلاستيك وبقيت كنزوق بيها بحال هاكا خطوط تزيين كما قلت لكم كيبقى اختياري هذا هو الشكل ديالها النهائي كانت مننا تعجبكم وتجربوها كجي لديدة بزاف بزاف كجي كدف الفم هادا لجينواز هادي بهالطريقة هادي ويمكن لكم توجدوها وتخليوها في الكنجيلاتور حتى الوقت التقديم وانا هنا يا راني حضرتها وما خدتش مني قاع الوقت يعني راه جو سويع او لا جو جو سويع ونصة في وجتها وحطيتها انا مبعد ما زينتها حطيتها مباشرة نخلكم في امان الله وحفظه والى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله وبحول الله ما تنسونيش بالتعاليق ديالكم زوينة وكذلك اللايكات للتشجيع ديالي والى اللقاء